المنتخب الوطني يستعيد هبتو حقيقة يمكن عرض محترم نتيجة غير متوقعة أداء غير متوقعة المنتخب متقدم بتلات أهداف الهدف التالتي يمكن أحرازه تريزيجي يمكن من ثواني بسيطة جدا وإحنا معنا كابتن أحمد عدل على هوا مبروك تلاتة صفر بتهالي وجه تاني كنت بسألك كابتن أحمد انت شاف الفرق ده يعني ما بين المباراة لعبها المنتخب القوام الأساسي أو بتشكيل الأساسي اللي بيعتمد عليها كابتن حسين من ساعة بتوالي المسؤولية بتلعب على أرضك قدمت أداء باهت جدا كسبت واحدة صفر بالعافية تروح بعدها بتلاتة أيام تغير من سبعين في المائة من قوام المنتخب وتلعب بتلعب توجو على أرضها وتوجو ما عندهاش أمل في المجموعة عشان تتأهل غير أنها تكسبك النهاردة عندها حافز قوي جدا فتكسبها ثلاتة صفر على أرضها إزاي؟ يعني إزاي؟ إنت شاف إيه السببب من وجهة نظرك؟ لا هو موضوع محير شوية يمكن كنا متخوفين بعد المبارد ولا هو الهجوم الشديد اللي حصل على المنتخب بعد الماتش الأولاني يعني خلى اللعيبة تتحمس شوية تطلع شوية من اللي عندها لا هو ده بيديك ممكن عند كابتن حسين بدري لأنه هو المسؤول عن المنتخب بيديك شوية تعديل في بعض الأفكار يعني تعديل في بعض الأفكار بيديك تقل شوية لما بتعتمد على لعيب زي طريق حمد في نص الملعب لما بتعتمد على أفشة من بداية المباراة فاللعيبة دي بتديك ثقة أنه عند المسؤولية أنه ده أحسن تشكيل أن أنا هوصله زي ما بقول لحضراتك من المباراة الأولينية كانت مصر كلها متخوفة أنه إحنا هنروح بالشكل ده طبعا المنظر ده لكن النتيجة طبعا في الصالح المنتخب وفي صالح حتى أن كابتن حسين يستقر على تشكيل لأن أنت مهم جدا أن أنت كمنتخب مصر لازم عندك تشكيل سابت لازم عندك قوام أساسي سابت فده بيديك تقل وبيديك أفضلية أن أنت حتى تتأهل للدور اللي بعد كتاب طبعا لا وهيرايحه كمان يعني أنا بيتهالي أنه جزء كبير من حالة الضغط أو يعني حالة التوتر اللي كانت عند كابتن حسين البدري لفترة الأخيرة أكيد أنا متخاين فيه لود فيه حملة على كتافه هو حالة الضغط الإعلامي والهجوم الإعلامي المستمر عليه يعني ناس كتير جدا بتحمله وهو يتحمل طبعا جزء كبير من المسئولية في العروض اللي بيقدمها المنتخب في تصفيات التأهل لأمم أفريقيا أنا هنا فبيدقيني الفوز ده هيرايحه شوية من الضغوط دي هيخفف شوية من حدة هو هيخفف من الضغوط وهي يديك سكة المكسب سكة المكسب تعفين ده أول ماتش نكسبه بنتيجة غير واحد سفر مع كابتن حسين آه فعلا بنتيجة بسكور فمهم ان انت تحافظ كان الواضح هنا ان عكبتن حسين من النهاردة ممكن ان اتفرجت اول ربع ساعة وتلت ساعة ان انت احنا من المنتخبات اللما بندفع بشكل جيد وبنقفل مساحات بتقدر ان انت تتعمل المكسب ممكن كنا منشوف ده مع كوبر مع مستر كوبر انا مش مع الكورة الجمالية بس انا مع النتيجة انت تحقق لي